السلام عليكم لبنات وشراكم سبا لبس حالة بس إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي رمضان كريم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله معكم أم أنفين من قناة طبخ وحلوية جزائرية في إسبانيا دائما مع الوصفات الرمضانية اليوم إن شاء الله رح ندير معكم فطائر محشية هذه الحشوة هذي رح نديرو بها زوج أطباق رح نديرو بها لسانية بالبطاطا والكفتة في الكوشة ورح نديرو بها الفطائر هذي الفطائر وشي نحتاجون فيهم نحتاجون فيهم زوج كيسان حليب كاس حليب محشي زوج كيسان كاس ونص حليب مثلين هونج ك houce يمكن أن نشكي يزster بها Юربي 5 متنس كيسان زوج كيسان زوج كحليب نحضر من جزائي نحضر من 3 متنس كاءه الرحالم نحتاجون ملح أصطق انادى ملح هدة السكر نحضر للسكر طيال من خطائر الأعمال نحتاج حبا بيض نحتاج الخمارة للحلوة 15 جرام سوف نضيف مص بس كل حليب لم أدرت 4 كيس نضيف مص نضيف الخمارة نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح معينة نضيف ملح داء ملح ثم منزيف ملح نضيف ملح نضيف فارينة يمكنك التعاوض الى البورك كما ذاك المره درنا بيزا كل مره مش نديره ومشي دايمن نفس الشي نحاولو نبدل الوماد الفطائر يجو خفيف ثاني وملاح ندير الفارينة وندخل يدير هكذا ونخلط كديرو هاد شوية خفيفة ونسيت ما وليت لكم شو قبيلة زوجو مغار فتع قهوة مارغارين ماشي زبطة هكذا طلط العجينة مليح بليح بيت تقدروا تعاوضوها بالمسخوم سحاني جبخي فاغ بالحليب الحليب تجيبنيه هكذا العيمة هكذا 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 نكمل ليمة نبدأ العجينة ندخلوا لها الزبدة ندخلوا في العجينة ونضيفون عجينة أقوموا بشتولي طرية هكذا دخلوا هكذا مليح مليح هكذا تقلبي فيها هكذا نغطيها بالباطيفين ونجعلها تخمر ساعة نساعة كما نشرب هذه الزبدة هذه الزبدة عجلتها لدي هذه الزبدة ونظروا كيفية الزبدة ونظروا كيفية طريقة ونظروا كيفية الزبدة نغطيها نغطيها ونجعلها تخمر ونظروا كيفية الزبدة ونقوم بثجرت ونضروا كيفية الزبدة لديها غير bleepة ونظروا كيفية الزبدة ونحضروا الهواقع من الداخل ونحضروا كيفية الزبدة نظروا كيفية توليلة سوف نضغط لكم في المكان سوف نضغط على المكان هذا الموزن هذه المشكلة أخرى لن نزوجها هذه رغب مصورة هاي ميزاني هكذا البنت نضيف زيت نضيف زيت الافرينة نضيف نضيف كم الكبيرة المزمن نضيف سوف نتجب آخر مصدر و عوض الغرف نتجيب آخر المصدر نتجيب المصدر يعطى دراء تصر يجب ان تشوفوها. هناك دائم الفلاقونت نغرقوها. هكذا. هكذا. شغل دائم نحو تخدموك شغل باركاتك. هكذا. هكذا نتفدو مع هكذا كما في مور. نحطوه بالكوش قفل السني واتعي. دوكارين نخدموهم برك نزال باش نعمرهم. نزيدو معكم. نشوفو كتندرنا لها الزبدة فلافة. ما تلسق بموانو تخدميها الوحدة. ها شوفو نجيبها. نجيب هذا كشغل في اللصق اللولة مع هذا. هكذا نخدمو. وبعد ندور هذا الداخل. ندور الداخل ونحاول نقبض هذا مع هذا. هكذا. وهكذا. نضيف المزان نضيف المزان سوف نرفضها بكل سهولة سوف نقوم بتحديد البلساوين من بعد تحبو هذا القوتي هذا الدخل تحشيه بالجوب لا تحبو تحديد البلساوين يبقى لها يبقى لها تحديد البلساوين سوف نتضرب ثم نقوم بتحديد البلساوين لدينا مصدرين نقوم بتحديد البلساوين لدينا مصدرين هذا نغلق الداخل المصفر أصلي مصفر يالله الحمد هذا المصفر نجلب المصفر الزوج المصفر قبل أن نحمر ندخل الكوش يتحمل هذا هو بديل البورك كي لا نفعل البورك نبدل قليلا نفعل البورك لا ينفع لا ينفع نزل الملح نضار الجبن ونضيف جبن لن نضيف الجبن ونضيفه بس كوي نحرق ينضيف الجبن مليح الجبن يضيف جبن والتي تضيف جبن ونضيف مليح لا تهم نشكل ونضيف فرمج فرمج يضيف ينضيف فبر ينضيف الشيط نكملها البنت بعد ذلك ندخلها ندخلها الكوشة 1-200 داراتا تحتها والفوق ندخلها ندخلها البنت سوف ندخل فطائر محشية بالكفتة سوف ندخل البطاطا بالكفتة بالكفتة سوف نقسمها ندخل بسرعة كفتة قليلا ندخل البنت سوف تحتمل ب señora نسكدها سوف نضح بصل طرشي الحمرة فلفل ملح الكمون راس الحانوت ندخل فطماطم نضع البنت ندخل البنت بططا مقلية نستفل بطاطا ثم صماج نستفل بطاطا سوف نرى الحبيبات الكبار سوف نرى كيف يشكلها سوف نضيف البطاطا 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 نضع حشوة من فوقه تحب تضيف لابشاميل لابشاميل لا يمكنني التفرغ لابشاميل نضع الفرماج لابشاميل نضع الفرماج لابشاميل نضع البطاطا نضع البطاطا نضع البطاطا لابشاميل لابشاميل نضيف بلاتو صغير كما هذا ما تكثروا بس كل بطاطا مش مليحة كتبات بطاطا كتبات تيبس نضيف بلاتو صغير كما تستخدم نضيف بلاتو صغير كما تستخدم نضيف بلاتو صغير نضيف بلاتو صغير كما تستخدم نضيف بلاتو صغير كما تستخدم نضيف بلاتو صغير كما تستخدم وذلك نبدل ومشي داي من بورا كما نقول لكم كل مرة نفعلوا حاجة مرة ميني بيزا مرة كل مرة وش نفعلوا هذه هي المرة ترتا وطبقة لنا الحشوة هي هي كنت لكم حشوة وحدة اللي ترتا هنا لداخل خليت منها ومقدرنا فيها هنا نقسم لكم شوه نقسم لكم شوية نقسم لكم شوية نقسم لكم شوية نقسم لكم شوية الفلفلة فيها روعة. هاي كده نشوفوا. ها نشوفوا. طبقة البطاطا اللابيونداشي والابيشامي الفورميج. بجد روعة. ان شاء الله هتجربوها. اللي جربتوها خرجتو فيها ان شاء الله هكتبوا لي التعليقات. وما تنسونيش لعجبوكم. عجبوكم الوصفات على اليوم ان شاء الله دلو لي جيم وسانسكرايب سوبرتاجيوها معك على الناس. ان شاء الله ان شاء الله. صحبتكم صحة وربي حفظكم وصحة فتركم. تبقوا على خير.